أهلاً وسهلاً بكل مشاهدين استمراراً لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وقعاً لأحدث أمضم القتالية العالمية قام الفريق أشرف عطوى قائد القوات البحرية برفع العالم المصري على الفرقاطة العديز والتي تعد واحدة من أصل أربعة فرقاطات من طراز M.E.K.O.A.200 تم تعاقد عليها بين مصر وألمانيا خلال الاحتفال الذي أقيم بيرمنهاب الألمانية وألقى الفريق أشرف عطوى قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي القوات البحرية الألمانية وشركة TKMS مؤكداً اعتزاز القيادة المصرية بعمق وقوة العلاقات المصرية الألمانية وتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا والموضوعات أكد أيضاً على حص القوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق أو في مناطق عمل القوات البحرية ودعم قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية التي تشهدها المنطقة أضح أيضاً أن الوحدة الجديدة تعدى الأكثر تطوراً في السلاح البحري المصري لتعزيز قدرته على تحناق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط للوصول إلى قوة رضع توفر حرية الملاحة البحرية الآمنة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة حضر المراسم عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والملحق العسكري المصري بألمانيا وعدد من ممثل الشركة الألمانية تي كي ام اس المصنعة للفرقات العزيز أما عن مميزات الفرقات الجديدة ومن أهم ما يميزها قدرتها على الحار اللي مسافة 6800 ميل بحري وتصد سرعتها القسوى إلى 820 عقدة ويبلغ طولها الكل حوالي 121 مت وتصل أزاحتها إلى 3931 طن أيضا تتمتع بالعديد من الفصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب وتعمل على مكافحة التهديدات المختلفة البحرية كما أنها تعمل على مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية وتقوم بتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري أيضا تمتاز بالقدرة على تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة مع تأمين الصفن التجارية المارة بها وتنفيذ عمليات الدعم الإنساني بالمناطق المنكوة تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسي وفقا لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بين مصر وألمانيا هذه كانت أبرز التفاصيل الخاصة بالفرقات الجديدة العزيز والتي تعبر عن تطوير القوات البحرية المصرية لنظم أسلحتها وبكذا تكون أنت تغطيطنا مشاهدين الكرام نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة